أما فيما يتعلق بالتحكيم فالحقيقة احنا بنمر بسيناريو اسود انا هتكلم بمنطقة الصراحة وبدون يعني لا محزير ولا تبطبة ما حدث في مباراة المقاولون بالأمس جرم فادح قلنا قبل كده نقبل بشكل كبير جدا انه يكون تكون الأخطاء اللي مع النادي الأهلي أخطاء غير مؤسرة أو غير مقصودة لكن اللي حصل مع النادي الأهلي مباراة الحقيقة شيء انا مش لقيله تفسير هل القصة في قصة تقنية الفار بالتأكيد لا الفار عشان ينجح قايم على نقطتين ناحية تقنية وناحية بشرية وقانونية التقنية ما اعتقدش ان احنا عندنا فيها مشكلة في مصر يعني ما حدش يكلمني على جودة النقل التليفزيوني ما حدش يكلمني على زوايا الكاميرات ما حدش يكلمني على غرفة الفار ما حدش يكلمني على المونيتور اللي حاكم بيتابع من خلاله الأحداث أو بيراجع من خلالها الحالات التحكمية اللي مش واضحة أثناء المباراة لأنه ما حدت تقنية لا احنا عندنا تقنية زي اللي موجودة في أوروبا فيش فيها أي فرق لكن الدور اللي بيقوم بالفرح هي كارسي كارسي انبارح نموذج صغير جدا نموذج صغير جدا على اللي بيحصل مع الأهلي وده مش مبرر وده مش شماعة ده كلام متبط بحقوق النادي الأهلي وأعتقد أن كل حكام مصر أدركوا أنه التحكيم ساهم بشكل مباشر في وصول النتيجة إلى التعادل فيه تخزن من عندنا وفيه أخطاء من عندنا وفيه تراجع في مستوى الأداء من عندنا محدش بيحب النادي الأهلي ولا بيغير على اسم النادي الأهلي يقدر ينكر ده لكن في النهاية الحقيقة للأخطاء انبارح كارسية كارسية خد بص خد دلك أنا بكلمك في حاجة يمكن اختلف فيها خبراء التحكيم نفسهم أنا بكلمكم فيه أحداث جوه المباراة أو لقطات جوه المباراة أثرت على النتيجة اختلف فيها خبراء التحكيم لكن ما لا يدع مجال الشك للتأكيد على الكلام اللي أنا بقوله أنه على أقل تأديل خطأ منهم واضح كاشف وصارخ واللي بيفصل في الموضوع ده لا رأيي ولا رأيك لا وجهة نظري ولا وجهة نظرك اللي بيفصل في الموضوع ده هو بنود ولوايح القانون وهنتكلم بالتفصيل وهاشرح لحضراتكم وعرض عليكم الحالات ونتكلم فيها واحد اتنين تلاتة القانون بيقول فيها ايه تلات يعني فاولات أو مخلافات تم ارتكابها مبارح بنص القانون أنا بتكلم بنص القانون وإذا كان حكم الساحة لم ينتبه لها فكان على الفار أنه ينبه حكم الساحة أو حكم الفار حكم الفيديو المساعد أنه ينبه حكم الساحة أنه فيه مخالفة للقانون حصلت في التلاتة دول ركلة جزاء احتسبت للنادي لأهلي ولم تنفس بشكل قانوني واستفاد الفريق المنافس لينا من مخالفته القانون اللعبة دي اتنين هدف أثار حالة جدل هقف مع حضراتكم هنا بنصوص القانون بتقول ايه في حالة مخالفة التسلل وتلاتة ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس مش هقول ما تحسبتش هقول أنه على أقل تقدير حكم الفار ما استدعاش حكم الساحة عشان يشوف ويراجع اللعبة دي مرة وياخد فيها قرار بناء على المراجعة دي على كل أحوال هنتكلم كتير عن اللي فات إمبارح لينا وقفة كبيرة جدا والأهم كمان في اللي جاي لأنه حتى اللحظة دي أنا شخصيا وأتمنى أنه يكون جزء كبير جدا من جماهير النادي الأهلي حتى وإن كانت غير راضية على المستوى وعلى الأداء عندها أمل كبير جدا في أن نقدر نقوم بأسرع وقت ممكن وأن حظوصنا ما زالت موجودة في المنافسة على لقب الدوري وعلى لقب الكاس خلينا روح لفتح